اهل الرحمن الرحيم اهلا وسهلا فيك وخلينا نتعرف على البيت اللي معروض للبيع هاي المدخل الرئيسي واللي على اليسار مدخل الكراج يعني خمس دقايق اللي حاب يشتري بعينه والله يتفرر بيكون كأنه دخل البيت وزيادة هاي بندخل هاي المدخل الرئيسي على اليمنين في حديقة وعلى اليسار في حديقة احنا رايحين نتعرف على كل اللي هاي قدام البيت طبعا هاي المسافة اربعة متر بين البيت وبين السور وعلى اليسار برضو اربعة متر بين البيت وبين السور يعني ما فيه ارض كثير حواليه بس الارتلادات هاي مشينا خلف البيت وشان نروح على الباسمنت اللي تحت الارض المستودع يعني فيه كراكيب احنا بعد ما نقبناش الكراكيب هاي هاي بالكونت المطبخ وهاي دخلنا المستودع المستودع هذا كان مضاف للصالة وكان له باب من هون عند هذا البسطة على اليمين كان فيه باب وبالتالي فيه درج لتحت ودرج لفوق لكن انا فصلت لاني بحاجي الى مستودع كان فيه عندي كراكيب كثيرة دهنناه جديد بعد ما شطفناه يعني له شباك صغير عالي هذا المستودع اللي هو اربعة بستة وهذا الباب باب كان بير انا ضفته للمستودع بس مش جاهز يعني ممكن واحد ضيفه هاي ارجعنا مشان نشوف البلكونة او منطقة بيت الدرج حسا بدل نطلع من الدرج هذا الدرج جانبي اذا واحد اشترى البيت وحب يعمر فوقيه شكتين لانه باعتبار السطح له بقدر عمر شكتين مسموح الدرج جاهز بابه مبلط بدرب زينه بشبك حمايته بشبابيكه مدهون جاهز يعني بس يعمر فوق ويطلع عليه يعني بعمر له شكتين بيعجيرهم بالمنطقة هذيكة مش اقل من ثلاثمئة وخمسين دينار الشكتين وممكن اكثر ما هي احنا طالعين طبعا هاد درج بودع على الطابق الثاني اللي هنو غرف النوم نحنا البيت امريكي فوق ثلاث غرف نوم وتحت صالة وصالون وغرفة ضيوف وحمام ومطبخ نحنا نكمل عشان نطلع على السطح الدرب زين مدهون الدرج مدهون يعني ما فيش اه البيت مش محتاج ولا اي اشي يعني اللي بشتريه ممكن ينقل اغراضه عليه فورا بدون ما يسوي اي شي عتى السطح ايو مدهون وهدولا المكان الاعمل مزبطات محظوظ علينا الخام يعني قاعدات اذا حدا بده يسوي قاعدات في عليه ثمانية متر مي هاي المنطقة من السطح نرجع الان مشان اه انو دخلوا البيت تحملونه مرة ثاني هيك التصوير طلع يعني هذا باب الكراج مبلط جاهز وفيه الكراج على فكرة مكان للزرب يعني اه اذا لاحظتوا هايو المكان هايو اللي على اليسار هايو اذا شايفينه مكان للزرب مشان اللي يعني ناوي يزرب ما يتغلب اش. هاي اللي امام شفناها احنا سابقا. هاي المدخل الرئيسي للبيت يعني بيرتفع اربع درجات عن الشارع حتى بالشتوية ما يعني فيه ضمية على البيت. لما نضيح الحي الشرقي مرات بيجيها شي تكثير. هاي البلكونية اللي تحت. وعليها البابين اللي هو باب الصالة الرئيسي وباب غرفة الضيوف. ندخل على البيت جوة. يعني مرة ثانية برضو بدنا من هون. نريد نتفرج على الصالة على البلكونية عفوا. هذا باب غرفة الضيوف وهذا باب الصالون. او الصالة. ندخل بالصالة اولا. اي الصالة اللي هي حوالي اربعة بستة. يعني مع الدرج بصير اربعة بعشرة لو ما في درج. هون مكان الدرجة. هون مكان الباب اذا بدو الواحد ينزل لتحت. اي الصالة طبعا نصف محجر. النصف الثاني مدهون. وهي السقف الصالة. فيه ثلاثة تريات. تريات على فكرة يعني بكل المناطق موجودة تريات. اي بنا ندخل اولا في الضيوف. اولا في الضيوف. ايها الارضية الخام. شبابيك مش شبابيك عاديا شبابيك بالطول ومزدوج. اهي الاضاءة على الجنب. والاضاءة بالسقف في ثلاثة تريات. ضوعته ضيوف كبير برضو اربعة بستة. وهذا مطبخ اربعة باربعة او اربعة او اشي. مطبخ امريكي. خشب بلوط. ممتاز لا يحتاج. اي نوع من انواع الصيانة. ضارة سفرة ثابتة من نفس الخام المطبخ. وهذا الباب. المطبخ اللي يفتح على البلكوني خلف الدار. يعني بيستخد من النسوان للغسيل للنشير للامور اللي زي هيك. مطبخ طبعا مأسس مكان غسالي مكان ثلاجي مكان جلايه. ايه كله مأسس جاهز يعني تنديدات جاهزة بس يمد لانو كان اصلا البيت مسكون. هاي المطبخ. نطلع المطبخ نشوف الحمام. هاي الحمام اللي تحت. يعني حمام مضيوف. كمان في مكان للاستحمام. انشاور. اذا اه ضيف اجي عبالي يتحمم او اذا حدا من العيد بيجي يتحمم تحت بصير. هاي الطابق الارضي تقريبا خلص. خلينطلع الطابق الثاني اللي فيه ثلاث ورف نوم. واحدة منهم ماستر. في باب طبعا. فوق. باخر الدرج. هايو. المنيوم. هاذا بسكل الطابق الاول عن الثاني. يعني لغاية التدفئة. التبريد. انشان ما يعني ياثرنش عبعض. خليني غرفة النوم. الماستر شوفوا شباك عدد الباب وشباك ثاني. يعني مهوي جيدا وفيها حمامها. الماستر. وإلها بلكونة على شارعين. بشكل حرف ال. بلكونة يعني كويسة. هيها. مدخل البلكونة. هي. على جهة الشار الرئيسة. بلكونة طايرة. يعني بشوف الواحد مش بس امام امامه يساره. وهون بشوف امامه يمين. يعني انت من خلال البلكونة هاي بشوف اربع جهات. مسقوفة طبعا قرميز هاي البلكونة كمان. هي من قاعد فيها وبتنفع بالصيف والشتوية. اه يعني وفت النوم الماستر اربعة بخمسة بالمناسبة يقولنا. دار متخون جديد ابواب شو جديد كل كل الدهان جديد يعني ما. ابواب اه بعد حتى ما 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 كملتش النظافة يعني بس صورناها مش يعني نعلم. هاي الحمام الثالث باعتبار. او حمام لولاد. هاي بكو سموه هاي غرفة البنات. برضو الها شباكين بحد بعض. بشكل طولي. يعني تهوية كويسة. وهاي الغرفة الاخيرة اللي هي حمام لولاد. اللي هو شباكين باتجاهين مختلفات. غرفة لولاد. او ممكن واحد يعكسن وهذا الكلادور اللي فوق وهذا الباب اللي بطلع على السطح. يعني هيك بنكون شوفنا كل اجزاء الدار. ان شاء الله تكون عجبتكو. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر